الكون العظيم يبارككم ويحفظكم شباب الأبدية تعيشون السلام والأمان الأبدي وإلى الأبد وحياتكم تمتلك بالفرص العظيمة والسلام والجمال والحب والثراء أخواني وخواتي هذا إخبار ثاني الاختبار يكون يوم السبت بكرة مساء بحدود الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة أو أكثر أيضا يكون لديكم وقت في الصباح والعصر في مراجعة الكتاب كل الذي يستعد إلى الامتحان نفترض أيضا أنه قام بكتابة كل تلاخيص الكتاب كما وضحنا سابقا وقلنا أن التلاخيص مهمة جدا والاختبار شباب عبارة عن خمسة أسئلة الاجتياز يكون الإجابة على أربعة أسئلة من خمسة ورجاء معرفة لا يجوز مشاركة الأسئلة أثناء الاختبار مع أشخاص آخرين في الوصاب أو في سوشل ميديا آخر للمناقشة ولا يجوز إجلاس شخص بجانبك يقرأ أو يناقش معك الأسئلة تمتحن لوحدك بدون مشاركة الأسئلة مع أشخاص آخرين هذه علوم روحية وليست علوم هندسة أو طب العلوم الروحية تعمل من النوايا فإذا تشارك الأسئلة مع أشخاص آخرين فكيف تحقق أهدافك مثلا أو كيف تقوم بتدريس هذه العلوم لاحقا إذا تخصصت فيها وأشخاص آخرين أجابوا الأسئلة بدلا عنك الأسئلة ترسل لكم عن طريق الإيميل تستلمون رابط تقوم بفتح الرابط وينقلك إلى موقع الأسئلة وتبدأ الإجابة هناك وقت عشرين دقيقة استلمنا بعض الإيميلات من الطلاب الراغبين في الامتحان ورجع أيضا للطلاب البقية كل الذي يرغب بإداءة الاختبار يرسل لنا رسالة إعلامنا أنه يشارك في الامتحان من أجل إرسال له الرابط والرابط تستلمه يوم السبت مساء كما قلنا بحدود الساعة الثامنة وصاعدا والاختبار لا تكرره بمعنى أن تتمتحن بمرة واحدة الكون العظيم يبارككم وتمتلون بفرص الإبداع والنجاح الأبدي آمين يا رب